الردي تسعين تسعين هواها مصر تعرف انا ضربتك في دماغي كام ألم؟ لطشتك كام ألم عشان ابان قدامك بهز الهدوء والثبات الثبات مفعالي بن لازينة بس انا مش اقولك انا اقول في اخير خمس دقايق انت مقتنع بالكلام ده ولا لا يعني احيانا كل المشكلة بلك بتتحل بالنقاش في ناس لا عارف اللي هي الصورة بتاعت متبس بق كده على خده كده ألمين وبعدين مش هتديله يعني خلي بلك في ناس بتدي هاند باك هاند يعني اللي هو يمين والشمال لا انت لازم تاخده فجأة يعني فاهم اللي هو ايه تفاجئه عنصر المفاجئة مهم جدا اللي قدامك يتخذ على غفلة فاهم اللي هو على غفلة اللي هو اسحل يغفلونا تاك تاك ألمين على الخد اليمين او ألمين على الخد الشمال فهو ما يلحقش ما يلحقش دول العلاج الوحيد انك وحتى لو مشيت يا لك انت بتحترم ليش حتى لو قلت له مثلا انت مانا عايزة متى كمان عيس ورقك حتى مسلا قلت له حاضر كم بترد علي يعني انه هو فاهم انت لابسها لابسها يعني لأ لاب افضل بقى فابص في السقف ابص الحاجات في ايدي ابص يمين مسلا انه هو بيتكلم شمال يجي لي هو يمين روح انا بصة شمال تاني فاهم يعني اصلا هتعمل ايه لا يجي مفاش جدعانة مش هينفع اقولك ان انا سبع رجالة في بعض يعني لا اللي هو من خاف سلم برضو لا عيب اه انا شايف انه احيانا ممكن ان النقاش ينتهي بقى لمين يعني لو انا كنت جتولي برضو زمان هقولك ان دلوقتي بتغير بحاول يعني بجاهد لانه عرفت ان انا فيها عيوب وبدأت اشتغل عليها وبتاع بس زمان كم ممكن اعمل العاملة وما بفكرش في العواقب يعني عادي هضرب يعني اوفر في المدرسة كم ممكن اضرب ده انا عليها كف نم صلي عني والله العظيم ينزل يفتكروني يعني ما اقولوش شكرا ترضاهلي ولازم يفتكرني فلا دلوقتي بقى انا شايفة ان هي فيها حاجة احلى انه اه قاظمين الغيز يعني انا ممكن ابقى قادرة ان انا مش اضربك قلمين لا ممكن اديك خمسين قلم على السهوة مش طعف تعمل مع اي حاجة عشان هالح اجري بقى هالح اجري يا اقف بقى بقى احنا لازم نواجه فلا مش شايفة انه النقاش كده بس احيانا بينفع مثلا مع الناس اللي بتدخل في حياتك لو مثلا انت مثلا تحط صورة مثلا انت كنت بتصلي او صورة انت بحجيه بقى بتقول لك ده جميل عليك انا مش فاهمة انت بمزاجك بتتحجيب مزاجك تقول لك انت بصلي بايه مش رو يعني حركة لو في حاجة تانية قول يعني ممكن يبقى انت عندك حال بعد ان انت مالك اساسا يعني فاهم احيانا بيبقى كده بقى مدس بقى ليه الصورة اللي انا بحطها كتير يعني محدة بيضايقني ممكن بيبقى علاجة يعني دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن لو حد ادخل فحياتي ممكن اعملها بصغير كده لأ بس في الشغلة ده في ناس كتير قوي بعدين انت كل ما بتجبر دايرة معارفك بتكتر فا بتبعيز تضرب ناس اكتر زي ما بحانك والله احنا نمشي بقى انا رأيي احنا نمشي